لو لسه اول مرة بتشوفي قناتي قناتي اسمها مور كيتشن لو عايز وصفاتي توصلك اول باول دوسي على كلمة اشتراك وفعالي زر بجرز على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد السلام عليكم ورحمة الله النهاردة بامر الله هنعمل الفتيرة الحلوة بتاعة محلات البتزا بخطوات سهلة جدا وبطريقة مختلفة بس حلوة جدا هنبتدي اول حاجة نعمل الحشوة بتاعتها الكاستر وممكن تستبدلي معلقتين الكاستر بمعلقتين نشا مفيش مشاكل معايا كبايتين من اللبن على معلقتين من الكاستر على نص كباية سكر بس لسه هنكمل لها مقدير تانية عشان نظبط الكاستر بتاعنا يبقى طعم وجميل كده يطلع الحشوة لذيذة جدا وصدقيني جرابي الطريقة دي هتعجبك قوي والله العظيم طريقة خطيرة قوي بس دي على طريقتي انا الخاصة انا اللي عاملاها ودوري مش هتلاقي الطريقة دي هقلب بنفس الطريقة والنار هادية خالص لازم تقلبي وهو بارد عشان الكاستر ما يكتلش معاك او النشا كده هحطي بقى معلقة من القشطة هي كده قرابي تتغلي قبل ما تغلي بدقيقة حطي لها الزبدة ومعلقة قشطة هتديها طعم خطير بنفس الطريقة كده اول ما بتغلي معانا بطفي عليها انا عملتها اول حاجة ليه عشان هي المفروض الحشوة لازم تكون تقيلة وبردة ماشي تبرد الاول عملتها في الاول عشان اسبتها ده براحطة تعود لها ساعة عشان لسه التحضير بتاعنا طويل شوي كده خلصت مهلبية الكاستر وسبتها على جنب هبتدي اعمل الكنافة هنعمل في حدود ربع كيلو من الكنافة هنحمرها على النار عشان دي الحشوة الكاستر والكنافة هنحطهم الحشوة بتاعة الفطيرة النهار ده وجربيها بالطريقة دي جميلة جدا طبعا عشان تطلع معاك كده بنفس الطريقة لازم تحطيها في الفليزر وبعد ما تطلعيها من الفليزر بتفركيها بتتفرك معاك بنفس الطريقة كده بكل سهولة ما ينفعش اجيبها تكون كاملة وحطها مش هتعرفي تقلبيها خالص في الطاصة بنفس الطريقة حطيت لها معلقة زبدة ومعلقتين من السمنة شوحت الكنافة بنفس الطريقة اقلب كده بس لازم تكون النار هادية خالص عشان ما تتحرقش معاك الكنافة كده الكنافة خدت معايا لون الدهب لون الشعرية بالزبط كده وطفيت عليها وسبتها بردك تهدى نيجي بقى نعمل الحشوة بتاعة الفطيرة براءات الجليش خلي بالك الخطوات طويلة شوية بس هتطلع تعمة جميلة جدا أحلى من المحلات معايا نص كباية من اللبن معايا ربع كباية من السكر بس الكباية اللي أنا حط فيها السكر صغيرة معايا في حدود ربع كيلو من القشطة ربع كيلو من القشطة زرة ملح نص كيس البكن بودر ده معايا معلقة زبدة ومعلقتين سمنة كده بنفس الطريقة هنزل بيهم وهقلب خالص انت ممكن تعملي الخطوة دي في الخلاط عشان يبقى كريمي معاكي وممكن تفضلي تقلي بيها كده بس أهم حاجة يبقى المقادير بتاعتنا كريمي كده ما تكونش مكتلة اللي بتاعة بالمعلقة كده لحد ده ما بقت كريمي معايا هاخد طبقة طبقة من الجلاش وهدهنا بالخليط بتاعنا ده بنفس الطريقة كده هاخد كل راق من الجلاش راق واحد بس راق واحد بس هاخد كده أول حاجة بندهن الصينية طبعا بمعلقة من السمنة كده لازم كلها تدهن لو لقيت ورقة الجلاش تقسمت منك اتخذت حتى كده عادي حطيها ما فيش مشاكل الخليط اللي احنا عملناه بقى الكريمي ده كل ورقة جلاش هندهنها بنفس الطريقة كده لحد ما نوصل لحد نص ورقة الجلاش وبعد كده هنحط الحشوة بتاعتنا يبقى لفة الجلاش اللي معاك توصل للنص تحط الحشوة اللي هنحطها سواء بنفس الطريقة عملاها في اكبر صينية في التلات صواني اللي هما المربعين دول بس هعكس بقى يعني الورقة تلعت كبيرة شوية هتنيها من الجنب ده اللي مرة جاية برضك هتنيها من الجنب التاني هنشوفها مع بعض دلوقتي عشان نحفظ الخطوات والحطة اللي متنية دي هرفعها كده وحطي تحتيها الخليط بتاعنا بنفس الطريقة كده عشان تطلع معاك مورقة وجميلة تبقى زي الفطيرة الحلوة اللي بتجي بيها من عند محلات البتزة وأحلى كمان بصوا بنفس الطريقة هبتطع عكس وهبتدي أدهم برضك وقوم تنياها تاني على الدهنة لنا دهنتها دي او بنفس الطريقة كده همشي على الطريقة دي لحد ما بخلص الصينية كلها اعمل جنبي كده وجنبي عكسه جنبي كده وجنبي عكسه بنفس الطريقة كده وبعد كده بوصل لنص لفة الجلاش وبحط الحشوة بتاعتي الكنافة والكاستر من فوق بنفس الطريقة كده بصوا الكنافة مجيان اللوني الدهبي ما ينفعش تتحط بيضة خالص لازم تتشوح على النار كده في معلقة زبدة ومعلقتين من السمنة هتبقى جميلة جدا هحط بردك فوقيها بصوا سبت بقى عملت الكاستر في الاول عشان الخطوة دي بص برت خالص وتقل معايا بنفس الطريقة كده ما تعملهش وتحطيه صخت مش هيبقى حلو معاك خالص بنفس الطريقة كده وهسويه على الكنافة او بنفس الطريقة وحط الطبقة بقى الاخرانية همشي بردك على نفس الخطوات اللي عملناها في الاول دي الطبقة اللي من فوق الحشوة بقى نفس الخطوات بالزبط همشي عليها بس كده خلصت معايا وعملتها كلها اخر حاجة بقى دي هتنيها الجوة مش لبرا زي المرة اللي فاتت هتنيها الجوة كده عشان تبقى متسوية معايا ما تبقاش زهرة قوي هتنيها على قد الصانية بالزبط كده بصي بنفس سوى الصانية بالزبط هبتدي بقى قطع فيها التقطيع بقى زي ما تحبي عايزها مربعة عايزها سامبوكسة زي ما تحبي انا هعملها مربعة كده ولازم تقطعيها قبل ما تخش الفرن بنفس الطريقة كده ده بالعرض بخلصها بقى وببتدي قطعها بالطول ولازم السكينة معاك تكون حمية قوي عشان ورق الجلاش ما يطلعش معاك من الحشو التاع بنفس الطريقة كده بتقطعي بردك الطول زي العرض وبسيب حبة من الخليط بحطهم على الوش كده وتفرجي بقى على الجمال واللون والحلاوة والطعم ما شاء الله جميلة جدا ما دقتش في حياتي فطيرة حلوة زي الفطيرة دي وجربيها بالخطوات هتعجبك جدا هحطها بقى في الفرن على درجة حرارة 190 اعرف ازاي انها خلصت معايا بتديني اللون الدهبي زي ما احنا شايفينها من الجم بولى عليها الشواية خمس دقايق وبتخلص معايا ما بتاخدش وقت على طول في قلب الفرن 35 دقيقة في الفرن وخمس دقايق على الشواية وطلعنا اجمل صنية جميلة جدا زي بتاعة المحلات واحلى بل بالعكس حاجة جميلة جديدة نضيفة في قلب بيتك هتعجب اولادك جدا جربيها بالمقادير والخطوات همشي بقى على تقطيع السكينة كده عشان لما اجا طلعها اعرف اطلعها ما تبقاش تمسك معايا وانا بطلعها باللسبة اولا بس كده مشيت على السكينة زي ما قطعتها في الاول وهبتدي بقى عشان اوريكو الحشو ووريكو ماشاء الله الطريان والحشوة بتاعتها والجمال بتاعها بنفس الطريقة وبص لونها جميل جدا عشان الخطوة الاخيرة اللي سبنا لها حبة من الخلطة اللي عملناها حطيتها على الوش كده هتديها ارمشة من فوق وطرية جدا من جوة حلوة قوي طريقة النهاردة سهلة وسريعة يا ربي تنال اعجابكم لو اعجبتكم الطريقة ما تنسونيش باللايك والاشتراك والدعوة الحلوة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة